أعقد المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل للتعريف ببرنامج الضمان الصحي الوطني صحتي استهدفت المحافظين وأعضاء المجالس البلدية برنامج الضمان الصحي الوطني يهدف إلى توفير نظام صحي يتسم بالمنافسة القائمة على الاهتمام بالمريض لتقديم خدمات صحية عالية المستوى ومستدامة من يملك الصحة يملك الأمل ومن يملك الأمل يملك كل شيء فصحة هي مفتاح الحياة ولأن الحق في تلقي العلاج والخدمات الصحية مكفول في الدستور البحريني وبالتحديد في المادة الثامنة منه فإن الحكومة الموقرة تعمل على تقديم هذه الخدمات بشكل يوفر خدمات صحية متكاملة تتسم بالعدالة والكفاءة والفاعلية من هنا جاء برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي الذي يقوم المجلس الأعلى للصحة بالإشراف على تطبيقه بهدف توفير نظام صحي يتسم بالمنافسة القائمة على الاهتمام بالمريض لتقديم خدمات صحية عالية المستوى ومستدامة الهدف هو إعلام الناس أكلوا بالبشروع للمشروع شيء مهم من شكل كبير لأنه يغير طريقة تقديم الخدمات الطبية في البحرين من الطريقة التي لا نرى فيها لطريقة التي يكون فيها من تأمين التأمين معناه أن الحكومة تدفع التكاليف بلان ما تدفعها إلى المستشفيات المباشرة تدفعها إلى صندوق الضمان وصندوق الضمان هو الذي يشتري الخدمة للمواطنين بنظام معين وبشروط معينة وبمحاسبة دقيقة تمويل الخدمات الصحية سيتم عن طريق اشتراكات إلزامية تدفع مقدما للضمان الصحي من الحكومة بالنسبة للمواطنين وأصحاب الأعمال والشركات بالنسبة للمقيمين كما سيتيح هذا البرنامج الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية للمشتركين مما قد يخلق تنافسا بين مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات بأسعار مناسبة طبعا بالنسبة إلى المواطن السابقا كان أنه يلتزم في خدمة أن يكون في مستشفى في الحكومة وهو المستشفى السلمانية وأيضا هناك مستشفى الحكومية الآخرين مستشفى الملك حمد ومستشفى قوات الدفاع لكن من خلال هذا النظام يستطيع أن يكون عنده خيارات متنوعة يلتحق في أي اختار حتى الطبيب الحكومة هي ستتكفل بتغطية المواطنين البحرينيين وليس كما كان يعني الأعتقاد بأنه راح يكون هناك مساهمة من المواطنين لحكومة نفس الخدمات التي تقدمها الآن مجانية مجانية العلاج راح تكون متوفرة إلى كافة المواطنين المجلس الأعلى للصحة عقد عددا من ورش العمل لأعضاء السلطة التشريعية والإعلاميين بهدف التعريف ببرنامج الضمان الصحي وألية تطبيقه وها هو اليوم يتابع هذه السلسلة من الورش ليقدم ورشة للمحافظين وأعضاء المجالس البلدية أعتقد أن هذه خطوة جريئة وشجاعة لأنه فعلاً إحنا محتاجين لنحط نظام للتأمين بحيث أنه يكفل للمواطن والمقيم العلاج في مملكة البحرين وإحنا إن شاء الله اليوم نطلع على هذا الشرح اللي إن شاء الله نستفيد منه نظام التأمين الصحي اللي لا شك يعني بيحدث ناقلة نوعية في المجال الصحي لمواطني مملكة البحرين طبعاً اليوم هنا حضورنا اليوم للاطلاع على حيثيات النظام نفسه وبدأ أراءنا إن كانت وجدت الأراء ولعل الأمر إن شاء الله أنه يكون ميسر أن كانت هناك أراء للمجالس البلدية فنحن سنرفعها بشكل رسمي أو من خلال هذه الورشة برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي من المقرر أن تسلم مساوادته إلى مجلس الوزراء مع مطلع العام المقبل ليتم بعد ذلك متابعتها ومناقشتها من قبل السلطة التشريعية ثم إقرارها بعد ذلك من قبل الحكومة الموقرة ومن المتوقع بدء العمل بالمشروع في العام 2020 سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين